اهلا بك جميعا انا سعد البيان من قناة ايزيوهي الفيديو ده بسيط جدا لاننا هنتكلم عن حاجة صغيرة في الانجليزي ولكنها مهمة جدا جدا هنتكلم عن ازاي نستخدم الفعل لايك ليه استخدامات مختلفة كتير بالرغم من المعنى ممكن يكون متقارب من استخدام الاستخدام الفعل لايك انا بعتبره من الافعال الحيوية اللي احنا بنستخدمها كتير في محادثاتنا اليومية حتى لما يجي نتكلم بالعربي هنلاقي الفعل الى احتجاجة معناه كلمة لايك بالعربي هنلاقيها مستخدمه في مواقع ومواقف كتير احنا بنحب كذا تحب تشرب كذا انا معجب بفلان اعجبني هذا الفلم انا معجب بكذا طبعا بنستخدمه بالطريقة دي في اللغة العربية سواء كان باعمية او اللغة العربية في الفصل فهو معناه بالعربي المعنى كلمة لايك على التكلم بل العربي وituation gall preocup الأفعال الحيوية اللي هي مستخدمة في مواقف ومواقع كتير لما بنستخدمه في الإنجليزي بيبقى تقريبا نفس الشيء مع اختلافات بسيطة يعني برضو في الإنجليز هيبقى معناها أحب يعجب بكذا أو شبه كذا فإحنا لما نجي نستخدمه في الإنجليزي أو نعبر عن الفعل دوت في الإنجليزي هيبقى لي بعض الحالات لإستخداماته طبعا هيبقى فيه اختلاف من حالة لحالة ولكن احنا هنوضح كل دوت بطرقة بسيطة وسهلة إن شاء الله أول استخدام للفعل لايك لما تستمتع أو تحب أو تهتم بشيء أو تعجب بشيء وده طبعا المعنى العربي بتاعه وفي الحالة دي بيجي بعده حاجة من ثلاث حاجات ممكن يجي بعده نوع اللي هو الاسم وممكن يجي بعده جيران اللي هو الاسم من الفعل وممكن يجي بعده to plus infinite نشوف الثلاث أمثلة دول لإنه هيظهر معنا المعنى أو الاستخدام اللي احنا عايزين نقوله بوضوح I like football أحب كرة القدم هنا جي بعدها نوع اللي هو football جي بعد like مباشرة واجيب معنى أحب معنى أن أنا أحب كرة القدم يبقى أنا مهتم بيها أو معجب بكرة القدم أو بحبها بشكل عام I like playing football أحب لعب كرة القدم هنا هنلاحظ أنه جي بعدها verb plus ing ده بنقول عليه جيران اللي هو الاسم من الفعل معنى أحب لعب كرة القدم يعني برضو مستمتع بها أو مهتم بها أو بحب بها بشكل عام I like to play football جي بعد like two plus infant اللي هو play الفعل play في المصدر بتاعه وبرضو هنا هيبقى معنى أن أنا مستمتع بلعب كرة القدم أو معجب بلعب كرة القدم أو بحب كرة القدم بشكل عام وده أول استخدام لها أن ممكن يجي بعدها noun اللي هو الاسم أو verb ing اللي هو جيران أو two plus infant بقس على كده أي حاجة هستخدم فيها الفعل like في الحالة دي ممكن أن في الجمل دي أيوة طبعا ممكن أن فيها هقول مثلا I don't like football لا أحب كرة القدم هنا برضو جي بعدها noun اللي هو الاسم وجي قبلها الكلمة الدهالة على النفي اللي هي don't بتتغير على حسب الفاعل اللي موجود معايا في الجملة يعني ممكن أقول he doesn't like football لا يحب كرة القدم هو ما بيحبش كرة القدم فهنا الأداة الكلمة اللي تدالة على النفي اتغيرت على حسب الفاعل اللي موجود معايا في الجملة I don't like playing football نفس الكلام برضو جي بعدها verb ing وجي قبلها الكلمة الدالة على النفي باخصار شديد أن أنا ممكن استخدمها إثبات وممكن استخدمها نفي وبيجي بعدها الثلاث حاجات دولة يعني في مواقف معينة على حسب المواقف اللي أنا بتكلم فيه هستخدم بعدها الاسم أو جيرند لوالفرب ing أو to plus infant ودي كانت الحالة الأولى لاستخدام الفعل like تاني استخدام الفعل like لتقديم عرض أو طلب بشكل مهذم وفي الحالة دي باستخدم would like I would like to drink tea عايز أشرب شاي دي بالعامية يعني أو أريد أن أشرب شاي وممكن أختصرها وقول I'd like to drink tea اللي اتنين بمعنى واحد He would like to play football هو يريد أن يلعب كرة القدم هو عايز يلعب كرة القدم هنلاحز أن would like to جي بعدها الفعل في المصدر وطبعا الموضوع دو الحاجات دي بتبقى ثابتة واللي بيتغير الموضوع اللي أنا بتكلم فيه أو الحاجة اللي أنا بأصدها طب لما جي أعرض حاجة على حد Would you like to drink tea هل تحب أن تشرب الشاي؟ هنا أنا بعرض الشاي بطريقة مهذبة يبقى دي الحالة التانية لإستخدام الفعل like إن أنا بقدم عرض أو طلب بشكل مهذب بستخدم would like to plus infant ثالث استخدام الفعل like بتشبيه حد بحد أو حد بحاجة يعني بقول فلان زي فلان أو فلان فيه شبه من حاجة أو فيه شبه من فلان وبنسمى كبيرة جدا في الحالة دي إن أنا بستخدم look like لو طبعا دي بتتغير على حسب الفعل اللي موجود معايا وفي الغالب الموضوع كله أو الفعل ده هو بيستخدم في present simple المضارع البسيط طب بيتغير إزاي؟ يعني هيجي look زي ما هو بدون أي إضافات بعد I, we, you, they أو أي اسم فاعل جمع هنضف له S هتبقى looks هتبقى بعد الفاعل المفرد he, she, it أو أي اسم فاعل مفرد ده بالنسبة للفعل look like هتفضل زي ما هي وبتكلم طبعا على حسب الحاجة اللي أنا بشبهها أو الشخص اللي أنا بشبه بيها لما جا جامل حد يقول له مثلا أنت شكل الأمر أو زي الأمر you look like the moon أنت مثل القمر هنا أنا شبهته باستخدام look like she looks like the moon هي مثل الأمر أو زي الأمر طبعا هنا في حالة تشبيه حد بحاجة أو حد بحد بنستخدم look like وده كان الاستخدام الثالث للفعل like رابع استخدام الفعل like للرغبة في فعل شيء أو عدم الرغبة في فعل شيء يعني لو أنت راغب أو عايز أن أنت تعمل حاجة أو مش عايز تعمل حاجة وفي الحالة تي بيجي بعدها gerund اللي هو الاسم من الفعل زي ما احنا قلنا قبل كده يعني لما نقول مثلا I feel like playing football أرغب في لعب كرة القدر اللي هي playing الاسم من الفعل زي ما احنا قلنا اللي هو gerund اللي يجي بعد feel like هنا طبعا استخدمناها للرغبة في فعل شيء أنا أرغب في عمل الحاجة دي I feel like eating fish أرغب في تناول السماء أو في أكل السماء لاحظنا برضو أن هو جي بعدها الاسم من الفعل بعد feel like طبعا ده المعنى الأساسي بتاعها لو هنجي لنقول بقى بالعمية أنا عايز أكل سماء دي الترجمة بتاعتها بالعمية ولكن المعنى الأصل بتاعها أرغب في تناول كذا لأن أنا لو جيت أتكلم كده بشكل حرفي هكون استخدمت الاسم من الفعل بعد feel like طيب لما أجنب في الجملة دي I don't feel like playing football أنا لا أرغب في لعب كرة القطر مش عايز ألعب كرة القطر I don't feel like eating fish لا أرغب في تناول أو في أكل السماء مش عايز أكل سماء برضو هنا استخدمنا verb plus ing بعد feel like ودي كانت الحالة أو الاستخدام الرابع للفعل like دول كان أربع استخدامات للفعل like شائعة ومستخدمة كتير جدا في المحادثات والمواقف اليومية وعشان كده أنا بعتبره من الأفعال الحيوية اللي هي بتأثر في المحادثات بشكل كبير جدا كده الدرس بتاعنا انتهى أتمنى أنه يكون سهل وتكون كمان استفدت منه ما تنساش like subscribe عشان يوصل لك كل جديد وشير كمان الفيديو عشان غيرك يستفيد Thank you for watching وربنا أفعنا كمان إن شاء الله سلام عليكم سلام عليكم شكرا